بأغلب المحافظات أو جميع المحافظات العراقية تتعرض إلى مأساة كبيرة وأهم صور هذه المأساة هو موضوع التجريف وتحويل هذه البساتين إلى مناطق سكنية مخالف للقانون ولكن إلى الآن مستفحل هذا الموضوع دور وزارة الزراعة التي ينظر إليها الفلاح أو البستاني هي الحامي له نعم واحدة من التحديات التي تواجهنا في الوزارة وتجريف الأراضي الزراعية للأسف الحجم السكان الكبير اللي جاي يصير في البلد واللي ما لقى معالجات تخفف من توفير سكن لائق للمواطن جعل المواطنين حقيقة وتجارهم الأساس اللي قاموا بشراء بعض هذه الأراضي وتوزيحها على الناس المضطرين توزيحها بيع من خلال المبالغ مما أثر أولا على عشوائيات صعب معالجتها مستقبلا ما تتوفر لها خدمة حقيقية ما بها تصاميم أساسية حتى توفر بنى تحتية حقيقية لهذا المدن ولذلك الحكومة الآن الحكومة الحالية اللي يشوفها الآن برئاسة سيد رئيس الوزراء سعت خلال الفترة الماضية بمشاريع كبرى سكنية من ضمنها علي الوردي جواهري صحيح وعندنا مدن تقريبا ستة أو سبعة في طور الإكمال الآن في عدة محافظات عراقية إن شاء الله راح تعلن قريبا حتى تخفف من هذا الضغط لأنه عدم توفر السكن للمواطنين هو اللي يدفعهم حقيقة على التجاوز واستغلهم التجار والمضاربين اللي يخضوا هذه الأراضي الزراعية اللي هو واجب الحكومات المحلية احنا اليوم حقيقة دائما نكتب مزارة الزراعة بدوائرها هي دوائر خدمية تكتب حقيقة للمحافظين باعتبارهم مسؤولين ببواد القانون بإزالة أي تجاوزات من خلال دوائرهم البلدية هذه الكتل الموجودة من العشوائيات بتأكيد راح مو اليوم تظهر آثارها ظهرت خل بعض آثارها ومضارب لكن تظهر آثارها مستقبلا لذلك احنا نسعى نقول توفير سكن لائغ سعي الحكومة أن نتوفر مساكن بأسرع وقت لهم كفيل أيضا بإيقافها مع اتخاذ الإجراءات القانونية التعليم التعليم التعليم